السلام عليكم متابعين ومرحبا بكم في مجازي أخبار اليوم والآن مع أهم عنوان لنهار اليوم أبرز مخرجات وتصريحات اجتماع الحكومة اليوم بترأس سيادة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن ولكن بداية المتابعين الكرام وقبل أن نبدأ في التفاصيل لا تنسوا أن تعطروا أفواهكم بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تبخل فإنه شفيعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون ولنتابع التفاصيل مع أول خبر حيث ترأس سيادة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن اجتماع للحكومة والذي انعقد بقصر الحكومة وتمت دراسة النقاط التالي ذكرها في هذا الاجتماع أولا في مجال العدل حيث درست الحكومة السيغة النهائية للمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها والذي قد قدمه سيادة وزير العدل الحافظة الأختم وكما قد تم تكييف هذه السيغة وفقا للتوجيهات والتي أزدها سيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تابون خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير لا سيما من خلال إلزام السلطات المحلية بضمان حماية العقار والأراضي المسترجعة منذ الساعة الأولى التي تل الانتهاء من إعادة إسكان شاغلها الغير أشريين وتطبيق الإجراءات القصرية في حق كل شخص متورط أو مسؤول عن الاستلاء على أراضي الدولة من خلال فرض أشد العقوبات بالإضافة إلى بسط سلطة الدولة من جديد في هذا المجال بكل شفافية مع حماية حقوق المواطنين وكما يجدر الإشارة أيضا إلى أن مشروع هذا النص والذي تم تنقيحه وإفراؤه يكرس إطار قانونيا جديدا يشمل آليات وعقوبات جزائية شديدة ترمي إلى تعزيز حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها نظرا إلى تفاقم حالات التعدي على هذه الأراضي في السنوات الأخيرة وثانيا في مجال المالية حيث قدم سيدة وزير المالية في قراءة ثانية مشروعا تمهديا لقانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالسفقات العمومية ويرمي إلى تعطير السفقات العمومية على نحو أفضل وضمان فعاليتها وترقية بناء اقتصاد منتج وتنفسه مع تشجيع الإنتاج وأدات الإنتاج المحلي على حد السواء لا سيما المؤسسات الصغيرة أو الصغيرة جدا وكذلك المؤسسات الناشئة وكما يرمي المشروع التمهدي لهذا القانون إلى تكريس حكمة الطلب العمومي بشكل أفضل من خلال ضمان تطبيق أمثل للمبادئ الأساسية ذات أصيلة بحرية الولوج إلى الطلب العمومي ومعاملة المترشحين على قدم المساواة والشفافية في الإجراءات والاستعمال الحسن للأموال العمومية وكما ينص مشروع هذا النص على إزالة الطابع المادي عن إجراءات إبرامي السفقات العمومية وذلك في السياق الإرادة الرامية إلى رقمنة الإدارة وثالثا في مجال الفلاحة حيث درست الحكومة في قراءة أخيرة المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية والذي قد قدمه سيادة وزير الفلاحة والتنمية الريفية وكما يرمي مشروع هذا النص إلى وضع استراتيجية وطنية للغابات تتضمن جملة من التوجيهات تم إعدادها بما يتطابق مع السياسات الوطنية الاجتماعية والاقتصادية وكذلك البيئية وكما تهدف هذه الاستراتيجية إلى توجيه القرارات المستقبلية المتعلقة بتهيئة الأملاك الغابية الوطنية واستعمالها والحفاظ عليها لصالح المجتمع وكما يأخذ مشروع هذا النص في الحسبان الالتزامات الدولية المتخذة في مجال حماية التنوع البيولوجي والحفاظ عليه والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية في إطار تنمية مستدامة متكاملة تتمحور حول التعاون الوثيق بين الإدارات والمؤسسات والهيئة المعنية وكذا إشراك السكان مستعملي الغابات لا سيما السكان المحاذين لها وممثلي المجتمع المدني الذين ينشطون في مجال تنمية الموارد الغابية وتسهيلها المستدام ورابعا في مجال النقل حيث قدم سيدة وزير النقل مشروع مرسوم تنفيذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم الفين ثلاثة وأربعون المؤرخ في تاريخ السادس والاشترون فيفري الفين والمحدد لشروط استغلال الخدمات الجوية وكيفيته وكما يأتي تعديل هذا المرسوم التنفيذي في سياق تنفيذ تعليمات سيدة رئيس الجمهورية والقاضية بالمعالجة النهائية للملفات المودعة لفتح شركة النقل النقل الجوي الخاصة التي تستجيب للمعايير الدولية ويرمي هذا المسعى إلى تسهيل حصول المتعاملين الخواص على الامتياز في مجال النقل الجوي بهدف جعل الجزائر قطبا محوريا وبوابة عبور نحو البلدان الإفريقية والأسيوية وخامسا في مجال الانتقال الطاقوي حيث استمعت الحكومة إلى عرض والذي قد قدمه سيدة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بخصوص برنامج الإنارة العمومية الاقتصادية ومشروع تجهيز السيارات التابعة للإدارات بنظام التزويد بالغاز الطبيعي المميّة سيرة غاز فيما يخص الإنارة العمومية الاقتصادية فإن البرنامج يهدف إلى تحقيق الفعالية في مجال إدارة الإنارة العمومية عبر كافة بلدية الوطن قصد الحد من أثاري استهلاك الطاقة على البيئة وضمان تحكم أفضل في الميزانيات المحلية أما فيما يخص مشروع تجهيز المركبات التابعة للإدارات بالنظام التزويد بالغاز الطبيعي المميّة فقد قدم عرض تقييمي حول مدى تقدم هذه العملية التي تندرج في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للفاعلية التقوية وكما يشتر التذكير أيضا بأن السلطة العمومية كانت قد قررت تحويل مليون مركبة للسير بالغاز الطبيعي المميّة كوقود في أفاقي سنة 2030 وذلك من خلال تحويل مجمل حذرة السيارات التابعة للإدارات العمومية من السير بالبنزين إلى السير بالغاز الطبيعي المميّة وكذلك من خلال تدابير تحفيزية لفائدة الخوص على غرار إقرار إعانة مالية لفائدة الخوص وإعفاء المركبات التي تسير بالغاز الطبيعي المميّة من قسيمة السيارات وسادسا وأخيرا في مجال المناجم حيث قدم سيدة وزير الطاقة والمناجم عرضا حول مدى تقدم مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بواد أميزور بولاية بيجايا وكما قد بيّنت دراسات الجدوى المتعلقة بهذا المشروع بأن الأمر يتعلق بمشروع مربح اقتصادي وذي فوائد أكيدة على المنطقة وعلى البلاد وعليه درست الحكومة ووافقت على خارطة الطريق لإنجاز هذا المشروع في أحسن الظروف وفي أقرب الأجل وبهذا متابعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم ابقوا في المتابعة ليسلكم جديد الأخبار اليومية في الجزائر ودمتم في رعاية الله وحفظه إلى موجز أخبار آخر إن شاء الله